موسيقى طيب بعد أن تكلمنا عند أستاذ عبدالسلام يسين رحمه الله ننتقل إلى الدكتور الخطيب وعبد الكريم الخطيب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية وصلته وكيف أنك استطعت أن يكون لك دورا بارزا في ربط العلاقة بين الدكتور الخطيب ومن كيران حدثنا عن هذه التجربة لدي صديق وقبل ذلك تعرفنا بعلاقتك بالخطيب كيف كانت على بركة الله لدي صديق هو الذي مدني برسالة الإسلام أو الطفان نعم إسلام يسين نعم وبسببه كان بسببه كان الاتصال بالخطيب نعم أخبرني نعم بأنه إذا لم تكن راديا على فكرة إسلام يسين وجماعته فهناك شخص معروف يسعى لأن يؤسسه حزبا سياسيا في المغرب نعم غير أمان الدكتور الخطيب نعم هو يسموه الدكتور فربطني بشخصين ذهب معي إلى الدكتور الخطيب وتعرفت عليه وأهديته هذا الكتاب نعم قرأ الكتاب أي كتاب تقسيم عرقلت الفكرة الظلامة الدينية نعم ما شيء عرقلت الدينية الأغلبية المخدوعة نعم فبدأت أحضر إليه في منزله وكنا نجتمعه وإلى خيره المهم طرح فكرا دينيا يقصد أقول أنا أحسست بأن الرجل ربما ندم على السنوات الماضية التي قضاها وهو يدافع عن العلمانية ولكن لاحظت فيما بعد أنه هو الذي وضع هو على الفسي اللي أعمله أمير المؤمنين في أول دستور أمير المؤمنين وحامي حمي الميلة والتين نعم سألته عن هذا نعم فأخبرني أننا على الأقل نسد أبواب الشيوعية بهذا بهذا الإضافة اللي أعملناها أو هذا الذي اقترحناه ووفقته على هذا لأنه فعلا كما قلنا سابقا المغرب بخصوص الدين ووضع الديني في المغرب هو أحسن وضع في دول أخرى نعم الجزائر مثلا فيها أشياء عندي موجودة لا تدكو بحال مثلا نسمى كاتب ياسين في الجزائر كانت يُعين حتى النخاة نعم يضع سومعه ويقول الصاروخ الذي لم ينطلق بعد في جريدة وعندي هذا مكتوب هذا بالأخير فإذا علاقة بي بدأت هكذا نعم وبدأ يستمعني نعم وأستمعه وندكر الأحاديث وندكر كذا وإلى خير نعم لكن في وقت ما عندما انتصر أفغان عندما انتصر الأفغان وتم طرد التعاتي كان احتفال في مصرح ممت الخامس بالمناسبة نعم وكان من جملة من حضر فيه هذا القاري كان فقيه كان أستاذ في دار الحديث يقرأ القرآن جيدا نعم ما تعرفش هذا المهم كان الخطيب مجاش نعم جاءوا الناس خورين وكان شخصيات اللي تنعرف وكان حاضر بن كيران وكان حاضر أصحابه إلى آخره الدكتور الكتاني ربما الدريس الكتاني الدريس الكتاني نعم الدريس الكتاني الدريس الكتاني نسيطرة صديقون من أصدقاء وعندي وعندي كتب ديالو بخط يدي بخط يدي هذا عنده دور أخر نعم يعني شنو اللي هو سمح لي بين القبزين اللي بتحقق بسين لما تنذكر على على هدف تونس عبد الله بورقيبة نعم جل ما قاله بورقيبة يمارسه اليساريون اليوم في المغرب اليوم 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 عندي نجبت لك المرجع لآن نعم فهو تيقول أنا هو تيقولها أنا سبب باش حررت باش منعت الزواج بأربعة نعم من لي جيت بست شهور عشنو عملت عشنو عملت نعم هاد هاد الدلاميين هو سماهم حاجة أخرى لي كاينين في الزيتونة وكاينين في مصر في الأزهار وكاينين في القراوي في القراوي قالوا هادو غير حشمو الحكام يعني باش يقولوا لكم الحقيقة نعم هادو غدين بنا غير النور وكتو ونحررت حتى رمضان منعو نعم فتنلقى لما تندير زميتو تنلقى ذاك شي تقول فلانا مونيب اللي استقبلتي وهادو الغيرين كلهم لما زواج بأربعة كذا كذا جل الكلام ديال ديال وعندنا في المغرب حمد بن سودا نعم حمد بن سودا شوري نعم وكان يدير يدير شراء يدير جريدة جريدة الحزب من جملة ما قال فيها حملة على الدين حملة شعواء من جملة ما كذا قال لك سيدي بس نعلم الناس كذا نعلم حكم ومن قتل القاملة في الحز نعم يقول أشياء وهذا شي عندي موجود فهش حتى لنبتعد عن موضوع عالبا موضوع كيف كانت كان لك دور بارج في ربط الأستاذ عبدالإله بالكيران في الوقت لنجحوا الأفغانيين في طرد السوفيات نعم كان احتفال احتفل به المغاربة نعم ومن جملتهم دريسك التانير رحمه الله نعم وكان وهذا الذي قلت لك يقرأ القرآن دائما يقرأ القرآن في التلفزيون معروف كانت وفقه إلى غيره المهم كانوا جل أساد التم لما هنا واحد الذي نبع الخطيب اسمه دريس صديق ديالي كان لا يفارق الخطيب هذا ماشي الوغوتي لا لا ماشي الوغوتي ولكنك يكون معه أنا عارف الوغوتي لأن هذا كان صغير صغير فاتصل لما كان يقرأ الشعر كثيرا لا دريس طيب ما في إشكال المهم صديق ديالي وتيجيل عندي وداخل معا حزب حزب ديال بن كيران وكاين أشياء فق المهم أنا مشيت سلمت عليهم كان بالكيران عاد نزال وكان هذا كل آخر اللي فسلم معه فاشنو المهم قال له ودي هو مشال هذا كل عند الخطيب قال له يخليك بغيت وش يمكن تصل ه بالخطيب بش دخل نا في الحركة شعبي الدستوية الديمقراطية فبالنسبة لأ سميته دار في قال له شوف السور ولي ممكن يقلب لك على هاتجادة وتنتمنى يكون هذاك رئيس حزب النهضة والفضيلة يسمعني الخليدي الخليدي يسمعني الآن ف يجي الخليدي يلقني في الحوار مع الدكتور الخاطئ مشيت له تنتذكر معه في قضية ابن كيران التحق بالحزب نعم شو أسبوع وأنا مع الخطيب مع الخطيب نعم الآخر يجي الخلدي هذا القناة معك ولكن هو كان دكساعات الخلدي في الحزب وكان في الاتحاد الوطني للشوء للتعلق للشوء لما أخذ الاتفاق لما أخذ الموافقة أخذ الموافقة عرفته باللي رأخذ الموافقة من الأعلى من كلام هو قال لي يا أخا ولكن بشرط ذوك الشروط من جملة ها التزم بقرارات الحزب وكذا كذا شي هادوك الشروط في ذيك الوقت نوعيتهم كتبت رسالة أكبر أولادي أعطيته قلت له الله يخليك ادهال بن كيران نعم دال بن كيران هذه الرسالة بدأ 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 المناقشة بدأ المناقشة دخلهم بعد الحركة الشعبية دستورية الديموقراطية ثم من بعد غيروا غيروا الاسم ديالهم وكنت نكتب في راية وأنا ما بغيتش ما بغيتش دخلنا دارا لتجارب اللي عندي ما بغيتش سير هنا سير هنا خليني نكون مستقل نعم كيف قال لي واحد طبيب الله يذكره بخير إلا تسمعني ولو ما نذكره الاسم دياله في مدينة مغربية قال لي يفينا حزب قلت له شوف الله يخلي كراه عندي حزب ولكن ما ظهرش أنا إلا تان كتب وتيقراه الناس اللي همالحزب خلينا نعم وماعرفشش شنو السبب اللي خلال خالدي كأسس حزب آخر وما مشاش مع الحركة الشعبية الدستورية إلا الخالدي الخالدي راح مشا معا لما معا واحد فترة ونجاح في البرلمان ربما أيه والخالدي راح صديقي كيف انت كال سمع تنجح معا هدرا هو خالدي كان ساكن في محل ديال في انت يكون دباي يدير الرياضة شبيبة ورياضة مما لأنه كان تابع لها تابع لديك شبيبة والرياضة ساكن ومدام الله يرحمها ومدام الله يرحمها واستداد الفلسفة والصديقته وكانت وكانت معنا علاقات مات الله يرحمها ونف موريثانية وفيت فبالنسبة الخلدي لاحظ على أنه أولا نستوله على الاتحاد الوطني للشغل الاتحاد الوطني للشغل كان فيه الخلدي عنصر وشي وحدين اخرين عندي الاسمة ديالهم داك كله عندي هنا كانوا تايل عبود دور فهذا كاسميت وجاء هذا واحد من أتباع من كيران استولى على هذا كان دخل ثم استولى على هذا حد الآن حيدوا لهم هذا حيدوا لهم هذا المنظمة الشغل والحق ها بسميته نعم فاضطر الخلدي باش ممكن له أسس حزب وحضرت فيه نعم إلا كان إلى رجعت للسور راق لسل قدام فقط الاتحاد كون حزب أسميت هذه الحزب النهضة الفضيلة الحزب النهضة الفضيلة وحزب النهضة الفضيلة كنا معه مؤسسة ولكن الإسلام ما فغى حد اشتركوا في القناة